اذا ايضا ان شارين الشارين اللي هي هيك تمدد يعني بعمل شار للجسم فبيعمل زي تمدد للجسم ممكن الشارين يكون عمحور اكس وممكن الشارين يكون عمحور واي راح تشوفوا يعني الشارين كيها شوتو كيب بيصير هيك زي تمدد مدة الجسم أوكي هلا هاد الجسم الاصلي هادا الاصل هادا بعد الشار لو انا اجيد حكيت لكم هادا الشار على انه محورا عمل شو راح تحس اجاوبوني هادا هون انا قلت لكم الشار بنعمل على محور اكس وبنعمل على محور واي جاب الدكتور هيك مثال وهيك قالكم هادا الشار على اكس ولا على واي شو رايكم الاغلبية راح يحكولي على واي لانه تغير الجسم هيك صار منطقة للأعلى لا هو على اكس ليه لانه هون اكس كانت صفر شو صارت اثنين هون اكس كانت صفر ضلت صفر هون اكس كانت واحد هون واحد صارت ثلاثة الواي ثابتة بكل الحالات واحد واحد صفر 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 واحد واحد نفسي القيمة صار شارنج من الأعلى هيك ومدها هيك مسكها من هون هيك ومدها لفوق من هون ومدها لفوق بس مدها على مين على اكس ومش على واي واي ظلت بحفظة على قيمتها اوكي فهذا الشارنج على اكس قانون الشارنج كثير كثير سهل الشارنج ما في شيء القيمة الجديدة لا اكس والقيمة الجديدة لا واي اي عبارة عن واحد هذا مقدار الشير مقدار التمدد وهو قيمة واحد مضربة في اكس واي القديمات لما ننجي نكتب المعادلة بدون مصفوفة اسهل لكم هذا الشارنج عم يحور اكس شارنج عم يحور اكس اكس تجديدة تساوي اكس القديمة لمعامل الشارنج مضربة في واي واي بتظلها ثابتة اذا الشارنج عم يحور اكس واي طبقة ثابتة الشارنج عم يحورواي مش مكتوبها وده الشارنج اهاي مش كاتبي لكم اياها هاد الشارنج عم يحور اكس على واي اكس كيف رح يكون الشارنج Y برايم تساوي y زائد شارنج الواي ضرب اكس والاجس برايم تساوي اكس اوكي اذا الشارنج عم يحور اكس الواي بتظلها ثابتة sharing عميحور y ال x بتضلها ثابتة واضح؟ يعني ما بتتغير x القديمة بتضلها نفسها x هالجديدة زي قبل شوي sharing عميحور x شو ما لها ال y ضلت ثابتة هيها نفسها هون صفر هون صفر هون صفر هون صفر هون واحد هون واحد هذا sharing عميحور x فضلت y شو ما لها ثابتة ما تغيرت واضح؟ فإذا sharing عميحور x ال y بتضلها ثابتة وما بتتغير sharing عميحور y x بتضلها ثابتة وهذا قانون sharing عميحور x وهذا قانون sharing عميحور y واضح؟ ال reflection اللي هو الانعكاس طبعا الانعكاس بيكون عميحور السيني x أو y أو x و y مع بعض جدا سهلة فكرة الانعكاس جدا جدا سهلة هلأ تعالوا معي هذا الاصل أوكي؟ هذا الانعكاس لو كانت هاي أربعة خمسة لنفرض أنا بياكم هيك أربعة خمسة وهاي ثلاثة مثلا ثلاثة لنفرض وهاي ثلاثة خمسة لأ ثلاثة نخليها خمسة ثلاثة هيك بيجي أوكي؟ هاي القيام واجه الدكتورو قالكم تطلعوا لي هدو القيام شو رح يطلعوا؟ حتى أنا وياكم رح أطلع هاي رح تصير تلاتة سالب تلاتة وهاي رح تصير خمسة سالب تلاتة أوكي؟ وهاي هتصير أربعة سالب خمسة شو صار؟ هذا نعكاس عمحور إكس لو تلاحظوا أن نعكاس عمحور إكس تتغير إشارة الواي الإكس بتضلها ثابتة وبنعكس قيمة الواي وهي تطبيق عملي أمامكم لما عكستها تغيرت قيمة الواي واضحة فاهمين علي يعني لما يكون هيك هون الجسم بعكسه على محور إكس هاي محور إكس باش هاد هاي محور إكس هاد أوكي لو كان هون بتصير هون أوكي الإكس بتضلها قيمتها ثابتة لتتغير إشارة الواي يعني لو كانت هون لنفرض إكس هون هون رح تكون إكس سالب مثلا سالب أربعة واي واحد أوكي فرح تصير هون سالب أربعة إكس زي ما هي بس الواي سالب واحد يعني الإكس بتضلها محافظة على إشارتها لكن الواي بتنعكس إشارتها لما نعمل إنعكاس عمحور إكس الإكس بتحافظ على إشارتها ولكن الواي تنعكس إشارتها وهذا هي بأصل المعادلة هاي قيمة واي نعكس إشارتها الإنعكاس عمحور واي الواي بتحافظ على إشارتها والإكس بتنعكس إشارتها واضح إن الإنعكاس عمحور واي هاي الجسم لو هادا كان عندي اقتاره أربعة خمسة هلأ بيجي هون سالب أربعة خمسة لأنها هاي إكس هاي واي هون موجبة وهون إكس بتصير سالبة وهون إكس موجبة وهون واي بتصير سالبة لازم تكونوا عارفينها لما حد دي كارتي فمن هون إكس صارت سالبة صارت سالبة أربعة واي دائما هي قيمتها وموجبة إذن الإنعكاس عمحور واي الإكس بتدعكس إشارتها واي بتحافظ على إشارتها هاد لما نعكس بربع تاني يعني كان الجسم هون نعكس صار هون فهون بكون أصلا الإكس موجبة والواي موجبة هون الإكس سالبة والواي سالبة فرح نعكسوا بالجهتين واضح؟ هلأ هون هلأ أكتب لكم بيها هون الإكس موجبة والواي موجبة هون الإكس سالبة والواي مرها موجبة هون الإكس موجبة والواي سالبة هون الإكس سالبة والواي سالبة تذكروا هادا من حنة دي كارتي بعد قيام سالب سالب كما تنعكس نبوح مع الاسوب اسقل تسيني العكسة، كانت موجبة، أصارت سالبة، وهنا كانت سالبة، وهو صارت موجبة ولا أسهل من هيك حل لو أعطاني القيم باتعرفوا الانعكاس, إحفظوها زي إسمكم لأينا كات عم يحور Y X تنعكس إشارتها وY تحافظ عليها Y تنعكس على إشارتها الثاني بتيجي لحالها، إذن X تنعكس لأينا كات عم يحور X X تحافظ على إشارتها لأنه X X تحافظ على إشارتها وال Y تنعكس إشارتها واضح هاد انت بخوله الشيرينج وعندت الشيرينج على اكس واي بتحافظ على قيمتها وعملت الشيرينج على واي اكس بتحافظ على قيمتها هاد بس جدا سهل وما في شي هذا من احلى الدروس اللي موجودة عندكم